السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بأبنائي وبناتي طلاب وطلبات الصف السادس على منصة البس المباشر بوزارة التربية. عوداً حميداً وكل عام وأنتم بخير. ومناسبة بداية العام الدراسي الجديد. أتمنى لكم كل توفيق ونجاح. يا أصحابكم في رحلاتكم نصدر محمد ناجي معلم الرياضيات ومدارب مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية المعلمين. هنبدأ رحلة جميلة وممتعة من دروس الرياضيات لهذا العام. والفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025. وهنتناول الوحدة الأولى اللي هي بعنوان قابلية القسمة والعوامل والمضاعفات. وهنتناول المفهوم الأول قابلية القسمة والعامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. وإن شاء الله احنا نبدأ بالدرس الأول القابلية القسمة. بحنا النهاردة نبدأ بدرسنا الأول. مع نهاية هذا الدرس احنا بنتمنى أن احنا نحقق مجموعة من الأهداف. يبقى مع نهاية هذا الدرس يكون تلمزنا قادراً على أن. واحد أن أنت تقدر تستمتق قابلية القسمة على 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 10. يبقى احنا النهاردة هناخد إزاي إيه هي الأرقام التي تقبل القسمة على 2؟ الأرقام تقبل قسمة على 3؟ الأرقام تقبل قسمة على 4؟ الأرقام تقبل قسمة على 5 و 6 و 10. تعال نطالك برحلتنا والدرس الأول قابلية القسمة. ونقول ما معنى قابلية القسمة يعني ايه قابلية القسمة يا أولاد قابلية القسمة ان احنا نشوف مع بعض كده يعني ايه قابلية القسمة ايه معنى قابلية القسمة امتى نقول ان عدد يقبل القسمة على عدد يبقى احنا بنكلم عن معنى قابلية القسمة بنقول ان عدد بيقبل القسمة على عدد تاني ان عدد بيقبل القسمة على عدد امتى يقبل القسمة العدد يقبل القسمة على عدد آخر بخلاف السفر إذا كان باقي القسمة سفر. يعني نيجي ناخد مثال عشان نقدر نفهم. يعني مثلا لما قول 8 تقسيم 4 يديني كم يديني 2. الباقي هنا كم هنقول أنا عندي 2 في 4. 2 ضرب 4 بكم 2 ضرب 4 بيسديني 8. يبقى الباقي بتاعي كم يبقى الباقي هنا بسفر. يبقى إيزا الباقي هنا إيه الباقي هنا سفر. يبقى قدر أقول إن التمانية بتقبل القسمة على 4. ليه تقبل القسمة على 4؟ لأن الباقي بتاعي بسفر. يبقى إيزا لو أنا قسمت عدد على عدد آخر وكان ناتج القسمة بدون باقي أو الباقي بتاعه سفر. يبقى إيزا في هذه الحالة إنه يقدر نقول إيه؟ إن التمانية بتقبل اسمه على 4. ليه التمانية بتقبل اسمه على 4؟ لأن التمانية تقسيم 4 طلعت باتنين وما فيش باقي. طالما ما فيش باقي يبقى إيزا هنا إيه؟ يبقى إيزاً هذا العدد يقبل القسم. يبقى إمتى يقبل القسمة؟ إذا كان النتج بتاعك بكم؟ الباقي بتاعك بكم؟ بصف. طب نأخذ مثال تاني. يبقى هنا نقدر نقول إن العدد 8 يقبل القسم على مين؟ على 4. لإن الباقي بتاعك كان بكم؟ كان بصف. طب لو قلت 9 تقسيم 4 بكم؟ هتقول لي بـ 2. يبقى 9 تقسيم 4 سوى 2. طب والباقي هنا كام؟ هتقول لي هنا الباقي 1. ليه الباقي 1؟ لأننا لو ضربت 2 في 4 هتطلع بـ 8. لو ضربت AS2 دارب بالـ 4 ه مين هتطلع بـ 8. أطرحها من مين؟ من التسعة يبقى الإباقي بتاعك كام؟ يبقى الإباقي بتاعك هنا واحد. يبقى هنقدر هنا نقول إن التسعة تقبل قسمة على 4 أقولك لأ. لإن الباقي عندك هنا مطلبش بـ 0. يبقى إذاً هنا ما نقدرش نقول إن العدد 9 يبقى لا يقبل. يبقى التسعة هنا طلعت لا تقبل القسمة. يبقى إذاً في عندنا أعداد بتقبل القسمة وأعداد لا تقبل القسمة. يبقى قدر أقول أن العدد يقبل القسمة إذا كان الباقي سفر وأن العدد لا يقبل القسمة إذا كان الباقي بابرافو عليك خلاف السفر يبقى إذن العدد يقبل القسمة على عدد خلاف السفر إذا كان الباقي كام باقي القسمة سفرا زي ما خدنا في مثال الثمانية ومين والأربعة طيب تعالوا نشوف مثالتين مثلا لو أنا خدت مثال لو أنا روحت مثلا كتبت مثلا خمستاشر أهو ده عدد أهو روحت مقسمه على كام، روحت مقسمه على الثلاثة، يديني كام، هتقول لي خمستاشر تقسيم ثلاثة تساوي كام، برافو عليك تدي خمسة، يبقى إيزاً الخمستاشر تقبل قسم مع الثلاثة ولا لأ؟ أقول لك هنا الخمستاشر إيه؟ الخمستاشر تقبل، يبقى أنا هكتب هنا تقبل، يبقى إيزاً هنا تقبل ولا لأ تقبل، يبقى إيزاً هنا تقبل، طيب تعال ناخد مثال تاني، لو قلت مثلاً 23، 23، تعال نأسمهم على كم؟ تعال نأسمهم على الأربعة. أقول له 23 تقسيم أربعة يديني كم؟ أقول لك 23 تقسيم أربعة. يدي خمسة لأنه خمسة فأربعة بعشرين، والباقي كم؟ والباقي ثلاثة. يبقى إذن هنا الثلاثة وعشرين تقبل قسم على أربعة ولا لا تقبل؟ أقول له لا لا تقبل. يبقى إذن هنا الثلاثة وعشرين لا تقبل القسم على أربعة لأن الباقي بتاعك هيبقى بخلاف السفر. يبقى الباقي هنا كم؟ هيبقى الباقي هنا ثلاثة. تمام؟ يبقى أنا كده اتعلمت إزاي أجيب إيه أعرف الباقي بتاع المسألة. تعال نشوف قابلتي القسم على اثنين. إمتى نقدر نقول إن العدد يقبل القسم على اثنين؟ العدد يقبل القسم على اثنين إذا كان رقمي الأحد. بتاعه كم؟ آه يقبل العدد القسم على اثنين إذا كان رقم أحده كم يا مستر برافو عليك لإذا كان رقم الأحد بتاعك زوجي يعني سفر أو اثنين أو اربعة أو ستة أو تمانية. يبقى الاعداد الزوجية اللي أولها سفر أو اثنين أو اربعة أو ستة أو تمانية هي أعداد بتقبل القسم على كم؟ بتقبل القسم على اثنين. يبقى ما هي الأعداد التي تقبل القسم على اثنين؟ الأعداد التي تقبل القسم على اثنين يكون رقم الأحد بتاعك كم؟ سفر أو اثنين أو اربعة أو ستة أو تمانية. تما نيجي ناخد أمثلة على هذه الأعداد لما يقول لي مثلا ضع قطة تحت كل عدد يقبل القسم على اثنين ويديني مجموعة إيه؟ يديني مجموعة أعداد. تعالى نشوف العدد الثمانية. العدد الثمانية ده آه يا مستر ده يقبل قسم على اثنين. ليه يقبل قسم على اثنين؟ لأن احنا قلنا اللي أحده تمانية يقبل القسم على اثنين. وبالتالي يبقى الثمانية هنا بتقبل القسمة ولا تقبل أو لا التمانية هنا بتقبل. طب تعالى نشوف المية خمسة وستين. تعالى نبص على رقم الأحد ده. الرقم هنا في الأحد كم؟ تقول لي رقم الأحد هنا ايه؟ برافو عليك رقم الأحد هنا خمسة. يبقى هنا رقم الأحد خمسة، نقول لها تاني، تعالى نبص على رقم الأحد، أقول له رقم الأحد هنا بتاعي كم؟ رقم الأحد هنا خمسة، أهو هو الرقم الأولاني ده، أول رقم هنا، أول رقم هنا خمسة، الخمسة دي من العداد الزوجية أقول لك لا ده الخمسة ده عدد فردي، يبقى إذن المية خمسة وستين دي تقبل قسم عالة، اللي اتنين ولا لا تقبل، أقول له لا المية خمسة وستين ما تقبلش، ليه؟ لأن أحده خمسة، وأنا قلت أني لازم يكون الأحد بتاعي إما سفر، إما اتنين، إما اربعة، إما ستة، إما تمانية، يبقى اللي أحده سفر أو اتنين، أو اربعة، أو ستة، أو تمانية، هو الأعداد بتقبل قسمه على كام؟ على اتنين، لكن اللي أحده خمسة ده لا يقبل، لأن هنا الخمسة مش من الأعداد الزوجية، تب تعالوا نبص على الرقم التاني، إلا هو المية، تعالوا نبص على رقم الآحد، إيه يا مستر؟ يعني معنى زلك، إن أنا كل ما جروح، هل العدد ده يقبل قسمة على 2، ولا لأ؟ لازم أبص على من؟ برافو عليك، لازم أبص على رقم الآحد، رقم الآحد هنا سيفر، يبقى عدد زوجي بأيها ده من ضمن الأعداد اللي المستر قال عليها، يبقى هضع على طول تحتي خط، وأقول أن المية بتقبل قسمة على 2، تب تعالوا نشوف الحداشرة، تعالوا نبص على رقم مين؟ رقم الأحد، رقم الأحد هنا كام؟ رقم الأحد هنا واحد، هل الواحد من الأعداد اللي المستر قالها اللي لازم يبقى رقم أحدها هنا؟ أقولك لا، إحنا اللي هنا الواحد مش موجود، إحنا قلنا الأعداد اللي أولها سف أو اثنين أو اربعة أو ستة أو تمانية، هي بس اللي بتبقى الاسم على كام؟ على الاتنين، لكن الواحد لا يقبط، برافو عليك، تعالنا نبص على المية واثنين، برضه أبص على مين؟ برافو عليك، أبص على الرقم ده، رقم الأحد، أليه اثنين؟ أيوة ده من ضمن الأعداد اللي المستر كاتبها فوق اللي بتقبل القسمة على اثنين، اللي هي أحدها قلنا سفر أو اثنين أو اربعة أو ستة أو تمانية، تعالنا نبص على الخمسة واربعين، هنا الخمسة واربعين هل هي من الأعداد اللي بتقبل القسمة على الاثنين؟ أقولك لا، وبالتالي يبقى إذن الخمسة واربعين هنا إيه؟ لا تقبل، لما تيجي نكتب إحنا سؤال، يقول لي مثلاً أذكر ثلاث أعداد، اكتب لي ثلاث أعداد تقبل القسمة على مين؟ تقبل القسمة على الاتنين، يبقى هنا السؤال بيقول لي أكتب، أكتب ثلاثة أعداد، أهو، يبقى ده السؤال بتاعي، أكتب ثلاثة أعداد، تقبل القسمة على الاتنين، يبقى أكتب ثلاثة أعداد، تقبل القسمة على اثنين تقبل القسمة على الاثنين على اثنين نشوف السؤال بتاعنا ونبدأ نحل انا عايز ثلاث اعداد بتقبل قسمة على اثنين برافو عليك يبقى لازم الاعداد اللي هكتبها يكون احد بتاعها كام تمانية او ستة او اربعة او اثنين او سفر يلا اذكر لي كده ثلاث اعداد شاطر ممكن اكتب تمنتاشر يبقى دي ثلاث اعداد ممكن اكتب مثلا اه متين ستة وتلاتين يبقى احدها ستة يبقى تقبل قسمة على اثنين ممكن اكتب عدد الف وتسعمية عشر تلاف مثلا وتسعمية يبقى ده برضو عدد يقبل قسمة على اثنين لان احده كان احده سفر وبالتالي يبقى انا اقدر اكتب اعداد تقبل القسمة على كام على اثنين بناء على ايه على التعريب بتاعتي اللي هو قابلية القسمة على كام قابلية القسمة على اثنين يبقى انا اقدرت احل مسألتي بمنتهى ايه السهولة وتعالوا نشوف ايه السؤال اللي بعد كده تعالوا نشوف مسألتنا اللي بعد كده بتقول ايه بيقول ليا مسلا بيقول لي مسلا قابلية القسمة على كام نشوف السؤال بيقول لي قابلية القسمة على 3 امتى يكون العدد يقبل القسمة على 3 بنقول ان العدد يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على ثلاثة. يبقى أنا أقدر أقول إن العدد ده يقبل القسمة على ثلاثة لما نجمع الأرقام للاقيها من مضاعفات الثلاثة. للاقيها من مضاعفات مين؟ الثلاثة. يبقى ده يقابل القسمة على ثلاثة. يبقى إيه إذن في قابلية القسمة على ثلاثة إذا ما أعمل إيه؟ شطار. لازم أجمع الأرقام. في قابلية القسمة على ثلاثة لازم أجمع مين؟ الأرقام. ولقيها من مضاعفات العدد الثلاثة زي ما ناخد مثال مثلا لما أقول مثلا 200 و 16 طيب ده عدد هل العدد ده يقبل قسمة على الثلاثة ولا لا أعمل إيه شطار أروح أعمل كده أروح جامع الأرقام فأقول له كده 6 زائد الواحد زائد الاتنين تعال نجمع الأرقام دي كده ونشوف هل تقبل قسمة على الثلاثة ولا لا أقول له الستة زائد واحد يديني سبعة سبعة زائد اتنين تسعة إيه ده ده التسعة من مضاعفات العدد الثلاثة يبقى نقول له يقبل يبقى نزل نقول له هنا إيه هنقول له إيه يقبل القسمة طيب ناخد مثال تاني لما أقول مثلا 700 و 23 و 20 تعال نشوف العدد ده يقبل القسمة على ثلاثة ولا لا نعمل إيه شطار نجمع الأرقام يبقى أقول له ثلاثة زائد الاتنين زائد السبعة تعال نجمع الأرقام دي إنه مجموع الأرقام من مضاعفات العدد الثلاثة يبقى يقبل القسمة ثلاثة زائد اتنين شطار خمسة خمسة زائد سبعة ممتازين اتناشر والاثناشر دي من مضاعفات الثلاثة أيوة يبقى ده كمان ده يقبل تاب لو قلت خمسمية و 11 هل العدد ده يقبل القسمة على الثلاثة ولا لا برافو عليكم نعمل إيه نجمع الأرقام يبقى أقول له واحد زائد الواحد زائد الخمسة هنجمع الأرقام دي ونشوفها تقبل القسمة على الثلاثة ولا لا واحد زائد واحد اتنين اتنين زائد خمسة سبعة هل السبعة من المضاعفات العدد الثلاثة تقول لي لا يبقى ده نقول له لا يقبل يبقى إذن فيه أعداد بتقبل القسمة وأعداد لا تقبل القسمة إمتى يقول العدد ده يقبل قسمة على الثلاثة لما يكون مجموع أرقامه من مضاعفات العدد الثلاثة يبقى إمتى العدد يقبل القسمة على الثلاثة لما يكون من مضاعفات المجموع بتاع الأرقام من مضاعفات العدد مين من مضاعفات العدد الثلاثة تعالوا ناخد إيه مثالتين مثلا بقول لي اختار هل هو يقبل ولا لا يقبل هل السبعة مية اتنين وتسعين دي تقبل القسمة ولا لا تقبل تعالوا نشوف هعمل إيه هنجمع الأرقام دي أو الرقم عندي كمية مين أجمع الاتنين مع مين مع التسعة تطلع حداشر حداشر زائد سبعة يبقى تمنتاشر يبقى يقبل ولا لا يقبل برافو عليكم إن بقال ليه يقبل يبقى إذن السبعة مية اتنين وتسعين دي تقبل القسمة ليه تقبل القسمة لأننا لما جمعت الأرقام جمعت الأرقام اللي عندي ليه هتها تقبل تاني يبقى أنا هجمع مين الأرقام دي هجمع كام أقول له كده اتنين زائد التسعة زائد السبعة أنا هجمع الأرقام واشوف هل مجموعة الأرقام ده يقبل القسمة عليه ولا لا تعالي نبدأ نجمع أقول له اتنين زائد تسعة تقول ل 11 11 زائد سبعة ممتازين يبقى 18 هل الـ 18 من مضاعفات الثلاثة تقول لي أيوة يبقى إذن نختار إيه نختار يقبل يبقى إذن هنختار إيه يا أولاد هنختار يقبل القسمة يبقى إذن هنا هقول له يقبل. يبقى ايزا هتختفي كلمة لا يقبل ويبقى اللي جابة بتحتي ايه? يقبل القسمة. طب بتعالنا ناخد مثالتين الف متين وخمسين. هل تقبل القسمة ولا لا تقبل? ممتازين. اعمل ايه? هروح جامع الارقام. ايه الارقام اللي عندي? عندي السفر والخمسة واللي اتنين والواحد. يبقى انا هجمع الارقام دي اقول له كده سفر. زائد. ايه الخمسة? يبقى سفر زائد الخمسة. زائد مين? زائد الاتنين زائد الايه زائد الواحد. يبقى انا مجمع الارقام دي هاي ايه اعمل ايه? تعالوا نشوف. سفر زائد خمسة هي الخمسة. خمسة زائد اتنين سبعة. سبعة زائد واحد تمانية. هل التمانية من مضاعفات العدد تلاتة تقول لي لا. يبقى هنختار ايه? هنختار لا يقبل. ويبقى الاجابة بتحتي ايه? يبقى الاجابة بتحتي لا يقبل. يبقى انا هختار لا يقبل. يبقى انا كده عرفت ايه الاعداد اللي بتقبل القسمة على التلاتة لما نجمع الارقام. يبقى خدنا قابلة القسمة على اتنين وخدنا قابلة القسمة على التلاتة. لازم في التلاتة عشان العدد يقبل القسمة على التلاتة نجمع الارقام ويكون المجموع من مضاعفات لعدد التلاتة او يقبل القسمة على التلاتة. يبقى انا كده قدرت حل مسائلتي ايه? بمنتهى السهولة. طيب تعالوا نشوف الايه السؤال اللي بعد كده. ما يقل لي قابلية القسمة على خمسة. امتى العدد يقبل القسمة على خمسة? اذا كان رقم الاحد بتاعه سفرة او خمسة. نقول تاني امتى العدد يقبل القسمة على خمسة? لما يكون رقم الاحد سفرة او ايه او خمسة. طب تعالوا نشوف نسال. ضع دائرة حول كل عدد يقبل القسمة على خمسة. يبقى السؤال بيقول لي ضع دائرة حول الاعداد او العدد الذي يقبل القسمة على خمسة. طبعا عشان يقبل القسمة على خمسة لازم الأحد بتاعك يكون سفر؟ أو خمسة. تاني عشان يقبل القسمة على خمسة. لازم رقم الأحد بتاعك سفرة أو ايه؟ أو خمسة. طب تعالوا نشوف أول، مثال عندي وهل هيقبل ولا Yao. الثمانية، هل التمانية دي رقم الأحد هنا اللي هو تمانية؟ والتمانية هنا رقم في الأحد، هل هو سفر؟ تقول لي لا. هل هو خمسة؟ لا. يبقى له ينفع يقبل القسمة قلت لا ده بها ده لا يقبل. يبقى ده كدة ما ينفعش. يبقى ده لا يقبل. يبقى ايزا هنختاره ولا ما نختاروش؟ تقول لي لا ما نختاروش شطار. تعالوا ببص على الرقم التاني اللي هو مية خمسة وستين. شوف انا بنقرأ ازاي؟ بنقرأ من اليساري الاول وبعدين اروح على الاحاد وعلى كده انطق العشراتي. بقى انطق المئات الاول. بعد كده الاحاد بعد كده العشرات. فقول له مية وخمسة وستون. تاني مية خمسة وستين. تعال ببص على رقمي الاحاد. ايه ده؟ يعني انا في لما با شوف قابلية القسمة على اتنين. هبص على رقم الاحاد. ولما با شوف قابلية القسمة على خمسة. هبص على الاحاد. اقول لك شاطر. بس خلي بالك. في قابلية القسمة على اتنين. لازم الاحاد بتاعك يكون سفر او اتنين او اربعة او ستة او تمانية. وفي قابلية القسمة على خمسة. لازم يكون الاحاد بتاعك يا اما سفر يا اما خمسة. طيب هنا الاحاد خمسة يا ميس بايزة لنفع اقول لك ايوة يبقى على طول هنعمل عليها ايه هنعمل عليها الدايرة تاني 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 تعالى نعملها تاني ونشوف ولادنا الشطار هيعملوا ايه يبقى انا اهو تعالوا نبص عليها مرة تانية انا هبص على مين على الخمسة الخمسة ده رقم الاحاد لما لقي رقم الاحاد بتاعي خمسة هعمل ايه هروح باص على الرقم اللي هو الاحاد اللي هو خمسة ده. ولا ايه من مضاعر من الاعداد اللي يلاقيه الاحد ما احنا قولنا الاحد يا اما سفرة او خمسة. يبقى ايزا ينفع? اقول لك اه ينفع يبقى على طولها عامل عليه ايه? هروح عامل عليه دائرة كده جميلة وبص عليه. يبقى انا كده عرفت مين العدد. تعالوا نبص على العدد اللي بعد كده. تعالوا نبص على مين العدد اللي بعد كده. مين العدد اللي عليه الضور دلوقتي? اه المية. بص كده على المية. اه بص على رقم مين? على رقم الأحاد. رقم الأحاد هنا إيه؟ سفر بفرافو عليك. والسفر أهو ما احنا قلنا اللي أوله سفر هيقبل القسم على مين على خمسة. يعني المية دي تنفع ولا ما تنفعش؟ شطار المية دي إيه؟ المية دي تنفع. يبقى إذن أنا هختار هنا المية ولا ما اختارش؟ آه ما أنا بصيت على رقم مين؟ بصيت على رقم الأحاد هنا. ليتو كام؟ ليتو سفر؟ وهو من الأرقام اللي بتقبل اسم على خمسة لازم يكون أحدها سفر؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. تعالي نشوف مين الرقم اللي بعدها؟ تعالي آه ده الرقم ده 11. أبص على رقم الأحاد. رقم الأحاد هنا كام؟ برافو عليك رقم الأحاد واحد. هل هو سفر أو خمسة؟ يبقى إذن الحداشرة دي تنفع؟ تقول لي لا الحداشرة دي ما تنفعش. أروح بصع على الرقم اللي بعدية. اللي هو مية واثنين. الرقم الأحاد هنا كام؟ اتنين. هل هو سفر أو خمسة؟ تقول لي لا. يبقى المئة والتنين دي تنفع؟ تقول لي لا بغد ما تنفعش. تعالوا نبص على آخر رقم عن هنا خمسة واربعين. الخمسة واربعين أحدها الكام خمسة. هل هي موجودة هنا أي وصح؟ ما لمستر قال. اللي أحده سفر أو خمسة هو اللي بيقبل قسمة على خمسة. يبقى الخمسة واربعين دي تنفع. أقول لك آه الخمسة واربعين دي تنفع. يبقى إذن نعمل عليها إيه دائرة. لانه قال لي حواط لي مععم الدائرة على كل عدد يقبل القسمة على خمسة، يبقى هنا الخمسة واربعين كانت تقبل,. وبالتالي هنا الاعدات بتقبل القسمة على خمسة، اللي يكون أحدها ايه؟ يا إما صف، يا إما خمسة، يبقى احنا نخذ نحن كده كم عدد في قابلته القسمة، خذنا قابلته القسمة على اتنين، وخذنا قابلته القسمة على ثلاثة، وخذنا قابلته القسمة على خمسة، خلي بالك في الاتنين لازم تبص على رقم الأحد. لو لقيت رقم الأحد سفر اتنين اربعة ستة تمانية يبقى إذن ده يقبل قسمة. لقيت غير كده يبقى لا يقبل قسمة على اتنين. لو لقيت عدد عز شو بيقبل قسمة على ثلاثة أو لأ شطار لازم أجمع مين أروح جامع الأرقام. ولو لقيت جامع مجموع الأرقام من مضاعفات العدد ثلاثة يبقى أنا هنا هقدر أقول إنه يقبل قسمة على كام؟ على الثلاثة. طيب وقابل قسمة على خمسة هعمل إيه؟ برافو عليك هبص على رقم الأحد. ولو لقيته سفر أو خمسة يبقى إينا هنقولون يقبل قسمة على مين؟ على خمسة. تعالوا نتشوف اللي بعد كده بيقول لي أكمل ما يلي. يقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان مجموع أرقامه تاني تاني. السؤال بيقول يقبل العدد القسمة على ثلاثة. إنت يقبل اسم على ثلاثة لما مجموع أرقامه يقبل القسمة على كام؟ شطار على ثلاثة. يبقى لازم أجمع الأرقام. لازم أجمع أرقام العدد. وبالتالي يقول إن ده المجموع بيقبل قسمة على ثلاثة ولا لأ؟ تبتعانوا نشوف السؤال التاني في أكمل. يقبل العدد القسمة على ثلاثة. إمتى العدد يقبل القسمة على ثلاثة؟ إذا كان رقم أحده كام؟ برافو عليكم. إذا كان رقم الأحد بتاعه سفر. يبقى إذن ده بيقبل القسمة على ثلاثة. أو رقم الأحد بتاعه اثنين يبقى يقبل القسمة على اثنين. أو رقم الأحد عنده أربعة. لو لقيت من رقم الأحد أربعة يبقى بيقبل القسمة على اثنين. لو لقيت رقم الأحد ستة يبقى بيقبل القسمة على اثنين. ولو لقيت رقم الأحد بتاعك تمانية يبقى يقبل القسمة على اثنين يبقى ما هي الأعداد اللي بتقبل القسمة على اثنين لما يبقى رقم الأحد فيها سفر أو اثنين أو اربعة أو ستة أو تمانية يبقى في الحالة دي نقدر نقول إنه بيقبل القسمة على كام على اثنين تعالوا نشوف السؤال التالي يقبل عدد القسمة يقبل العدد القسمة على خمسة إمتى يقبل القسمة على خمسة إذا كان رقم الأحد بتاعك كان ممتاز إذا كان رقم الأحد عندك سفر يبقى إذن ده بيقبل قسمة على خمسة أو رقم الأحد خمسة يبقى ده برضو بيقبل قسمة على كام على خمسة يبقى إمتى يقبل عدد القسمة على خمسة إذا بصيت على رقم الأحد ولقيته سفر أو خمسة يبقى في الحالة دي نقول النوع إيه إن هو بيقبل تعالوا نشوف قابلة القسمة على أربعة في قسمة على أربعة بقى هتختلف شوية ليه لأن في القسمة على أربعة لازم أبص على رقم الأحد وإيه العشرات يبقى أنا إذن في القسم على اتنين بصيت على الأحد بس في القسم على خمسة بصيت على الأحد بس لكن في القسم على اربعة في قبيلة القسم على كام على اربعة هبص على مين؟ على الأحد والعشرات هبص على مين يا ولاد؟ الأحد والعشرات لو لقيت رقم الأحد ورقم العشرات من مضاعفات العدد أربعة يبقى ينفع تب ما نيجي ناخد مثال لو مثلا عطيتك مية وأربعة يبقينا هنا هبص على مين رافو عليك هبص على الاحد والعشرات اهي الاحد والعشرات هنا الاحد والعشرات كم اربعة مو السفر انا مش هتنطق يبقينا لو اخدت هنا الاحد والعشرات بس اهي هتبقى كده هتبقى سفر 4 يبقى ده من المضاعفات الاربعة يقولك ايوه يبقى اet gone das ينفع يبقى اقولك ده ده مضبوط طب نكلي ناخد ميسال تاني لو قلتلك تمنمية واربعتاشر تعالى نبص على مين ومين تعالى نبص على رقم الايه الاحد والعشرات هنا الاحد والعشرات كان اربعتاشر هل الاربعتاشر دي من مضاعفات الاربعة تقول لي لا يبقى ايزا ده ما ينفعش تعالى ناخد مثال تاني تعالى ناخد مثال اخر لو قلت مثلا تمنمية اربعة وعشرين تمنمية اربعة وعشرين تعالى نبص على مين برافو عليك اخد اول رقمين اللي هو الاحد والعشرات اليوم اربعة وعشرين الاربعة و عشرين من مضاعفات الأربعة تقول لي أي يومها اربعة في ستة باربعة و عشرين أقول لك شاطر يبقى الثمنمية ومية و bay و عشرين تقبل قسم على اربعة أقول لك أي ويبقى دي صح تو بناخد مثال تاني لو ما يقول لي مثلا ألف و ستة و تلاتين ألف ستة و تلاتين ده العدد اللي عندي هبص على مين برافو عليك على رقم الأحد والعشرات اللي هو الستة و تلاتين هنا هلاقي الستة و تلاتين من مضاعفات الأربعة تقول لي أيو صح اربعة في تسعة بستة وتلاتين يبقى إذن دي تنفع الاسم على اربعة آه دي تقبل قسم على اربعة طب نجي ناخد واحدة تانية لما يقول لي مثلا تلاتين الف ومية وسبعتاشر تلاتين الف مية وكام وسبعتاشر هبص على مين هتقول لي هبص على اول رقامين اللي هو الاحد والعشرات هنا اللي هي السبعتاشر هل السبعتاشر دي من مضاعفات الاربعة هل موجود في جدوة الاربعة حاجة تضربها في اربعة تطلع بسبعتاشر تقول لي لأ وبالتالي السبعتاشر دي تقبل قسم على اربعة تقول لي لا السبعتاشر ما تقبلش يبقى العدد ده لا يقبل يبقى إذن فيه اعداد تقبل قسم على اربعة وعداد لا تقبل قسم على مين على الاربعة يبقى تاني يبقى أنا كده عرفت ان فيه اعداد بتقبل قسم على كام على اربعة وعداد لا تقبل قسم على كام على اربعة الاعداد امتى تقبل قسم على اربعة لما بص على رقم الاحد والعشرات ألاقيهم من مضاعفات العدد أربعة. طيب ما نيجي ناخد مثال. نيجي نشوف اختار يقبل ولا لا يقبل. هل العدد ده يقبل القسمة ولا لا يقبل القسمة. هبص على مين؟ شطار. هبص على رقم الأحد والعشرات. تلاقيه كام هنا. أنا حطيت خطي تحتيه. أهو ستاشر. الستاشر دي من المضاعفات الأربعة تقول لي أيوة. مهاربعة فاربعة بستاشر. أيقبل ولا لا يقبل؟ ممتازي. أيقبل إيبه أختار إيه؟ أختار يقبل. ونشتب لا يقبل. طيب تعال ناخد واحدة تانية. المية خمسة وتلاتين. المية خمسة وتلاتين. هل هي من مضاعفات العدد أربعة؟ هل بتقبل القسمة على الأربعة؟ طيب أنا هعرف إزاي. فكر يلا ديكت سانيتين كده تفكر. ممتاز. بتقول لي هبص على الخمسة وتلاتين. ممتاز. اللي هو أول إيه؟ رقمين. الأحد والعشرات. ليت إيه؟ لقيت إن الخمسة وتلاتين دي برافو عليك مش من مضاعفات العدد أربعة. ما فيش في جادو على أربعة حاجة تتضرف في أربعة تديني خمسة وتلاتين. وبالتالي المية خمسة وتلاتين دي تقبل قسم على أربعة ولا ما تقبلش. برافو عليك. أقول له لا. لا تقبل. ده ما انت اختارت ليه ليه يا مستر لا تقبل؟ لأن بصيت على مين؟ على الأحد والعشرات. أبص على أول خمتين رقمين الأحد ومين والعشرات. ليتوا مش من مضاعفات مين؟ مش من مضاعفات العدد إيه؟ العدد أربعة. مش موجودة بجادو على أربعة حاجة تتضرف في أربعة تديني خمسة وتلاتين. وبالتالي اخترت إيه؟ اخترت لها تقبل وشتبت تقبل. يبقى أنا كده عرفت إيه العدد تقبل قسمة على أربعة؟ وإيه الاعداد اللي ما تقبلش القسمة على أربعة؟ إن أنا بص على مين؟ على رقم إيه؟ الأحد. إن أنا بص على رقم إيه أولاد إن أنا بص على رقم الأحد. لما نيجي ناخد مثال تاني تعال كده المستر يدينا مثال تاني. لو عطيتك مثلا نيديك كده مجموعة أرقام وتقول لي صحة والغلط. احط صحة لو هي تقبل وحط خطأ لو هي لا تقبل. عطيني مثلا تلتمية ستة وعشرين. هذه عدد. وعطيني تمنمية وطمنتاشر. وعطيني عدد تاني تسعمية مثلا. واثناشر أو تسعمية وعشرين. مين في دوم الأعداد التي تقبل القسمة على إيه؟ على الخامسة على الأربعة. إمتى العدد يقبل القسمة على الأربعة أو لا يقبل؟ تعالوا نبص. هبص على مين؟ هبص على الأول رقمين عندي اللي هو الأحد والعشرات. قال لهم ستة وعشرين. هل الستة وعشرين دي موجود في جدوى الأربعة حاجة تضير في أربعة تجيني ستة وعشرين. هل هي من المضاعفات للأربعة؟ يعني مضاعفات. يعني زي ما احنا كنا بنقول زمان كده في الصف الرابع بالقفز. لمقفز بالأربعة يعني كل مرة أزود أربعة. قول أربعة تمانية اتناشر ستاشر طمان ستاشر عشرين. اربعة وعشرين ستة وعشرين. ثمانية وعشرين وعشرين. هل الستة وعشرين دي من موجودة معها؟ أقول لك لا. يبقى إذن دي خطأ. يبقى دي لا تقبل. تعالوا نبص على مين؟ على الثمنتاشر اللي هو رقمين الأحد والعشرات. هل الثمنتاشر من المضاعفات للأربعة تقول لي لا. أنا عندي أربعة في أربعة في ستاشر وأربعة في خمسة في عشرين. ما عنديش هل الثمنتاشر دي؟ يبقى برضو دي لا تقبل القسمة على أربعة. تعالوا نبص على أو hacking من هنا عشرين. هل العشرين بتقبل القسمة على الأربعة ولا لا تقبل؟ برافو عليه. العشرين تقبل ليه؟ لان عندي أربعة في خمسة بعشرين. وبالتالي يبقى إذن تسعمائة وعشرين هنا تنفع. يبقى إذن فيه أعداد تقبل قسمة وأعداد لا تقبل مين؟ وأعداد لا تقبل القسمة. يبقى أنا كده عرفت مين الاعداد اللي بتقبل القسمة والاعداد التي لا تقبل الايه القسمة تب تعالوا ناخد مثال بيقول لي قابلية القسمة على كام على الستة امتى يقبل عدد القسمة على ستة امتى العدد يقبل القسمة على ايه على ستة لما يكون بيقبل اسمه على ثمين وبيقبل اسمه على ثلاثة او نقول اذا كان عدد زوجي اذا كان ايه عدد زوجي ويقبل القسمة على كام على ثلاثة يبقى اذا عشان تشوف قابلية القسمة على الستة لازم تحقق شرطين. لازم تحقق كم شرط؟ لازم تحقق شرطين. يكون عدد بتاعك زوجي وكمان يقبل القسم على ثلاثة. يبقى ايزا امتى يقبل القسم على ستة? يبقى ايزا ما هنبصش بقى على الاحد بس. لا. لو لديت الاحد سفر اتنين اربعة ستة وتمانية. يعني بيبقى يسمع على اتنين. وفي نفس الوقت يبقى يسمع على الثلاثة بيبقى يسمع على ستة. تقول لي تابلي يا مستر. اقول لك لان اتنين اتنين في ثلاثة بكام? اتنين في ثلاثة بستة. وبالتالي ترى ما قبل القسم على اتنين. وقبل القسم على ثلاثة معا. يبقى ايزا ايه بالاسم على اتنين? ويبقى الاسم على الثلاثة? يبقى بيبقى الاسم على مين? على الستة. اللي هي ناتج ضرب اتنين في ثلاثة. بيقول لي مثلا اختاري الاجابة الصحيحة. مضاعفات العدد ستة. تعالوا نشوف مع بعض. مضاعفات العدد ايه ستة تقبل القسمة على اتنين اقول له اه ما هو الستة دي من العداد الزوجية وقولنا العدد الزوج بيبقى الاسم على اتنين تمام بيبقى الاسم على التلاتة اقول لك ايوة صح ما الستة دي من المضاعفات التلاتة هيبقى بيبقى الاسم على اتنين وبيبقى الاسم على التلاتة هيبقى خلاص هيبقى الاسم على الستة اختار اقول لك لا لسه في اختيار رابع جميع ما سبق يبقى ايزا العدد ستة ومضاعفاته بيقبل القسم على اتنين وبيقبل القسم على تلاتة وبيقبل الاسم على ستة يبقى بيقبل الاسم ايه عليهم كلهم يبقى جميع ما سبق يبقى ايزا بيقول لي مضاعفات العدد ستة تقبل القسم على اتنين فقط ولا تلاتة بس ولا ستة ولا كلهم لا بتبقى اسم عليهم كلهم تبقى اسم عليهم كلهم تبقى ناخد مثال تاني. تعالوا نشوف. نقولها تاني. ولادنا بقول له معلش يا مستر والهنة مرة تانية. حاضر. تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف. مضاعفات العدد ستة. مضاعفات العدد مين ستة. بتقبل القسم على اتنين اقول له ايوة. بتيبقى اسمها على التلاتة ايوة. بتيبقى اسمها على الستة ايوة. يبقى ايزا نختار ايه? يبقى احنا نختار جميع ما سبق لان الستة عدد زوجي فبتبقى الاسم على اتنين ولان الستة من المضاعفات التلاتة فبتبقى الاسم على التلاتة واللي بيقبى الاسم على اتنين وبيقبى الاسم على التلاتة يبقى يكون بيقبل قسمة على ستة وبالتاني اختار جامعة مصابق. طب تعالوا نشوف الايه المثال التاني الاعداد التي لا تقبل خلي بالك هنا في نافية لا تقبل هنا خلي بالك هنا في نافية الاعداد التي لا تقبل القسمة على مين على الستة فيما يلي مين في دوم يعني كلهم بيقبلوا وفي واحد ما يقبلش ده معنى الكلام كلهم بيقبلوا وعندي واحد لا يقبل وعندي ايه واحد لا يقبل القسمة او رقم عندي 72 اول حاجة هل هو زوجي ولا لا اقولك اه زوجي احده اتنين يبقى بيبقى يسمع على كام على اتنين طيب اجمع الارقام اتنين زائت سبعة تسعة من مضعفات التلاتة ايوة يبقى ال 72 ده بيقبل ايوة ال 72 ده بيقبل يبقى ده ما اختروش أنا عايز الذي لا يقبل، أنا عايز لا يقبل، بتاع نشوف التاني، المية تنين وتلاتين، أبص على رقم الأحد، رقم الأحد هنا كام؟ اتنين، زوجي؟ أيوة، ما أنا قلت أول شرط عندي عشان يقبل قسمة على الستة يكون زوجي، وبيبقى ويكون من مضاعفات التلاتة، تمام، أو مجموعة أرقام يقبل قسمة على التلاتة، تمام، يبقى أنا أحده هنا اتنين يعني زوجي، آه ينفع، طيب لما جمع اتنين زي التلاتة، تقول لي كام؟ تقول لي خمسة، خمسة زايد واحد ستة، أيوة من مضاعفات التلاتة بيبقى اسمع على التلاتة، يبقى إذن قابل القسم على اتنين، وقابل القسم على مين؟ على تلاتة، يبقى بيبقى اسمع على الستة، وبرضو ما اختروش، لأن أنا عايز الذي لا يقبل، تعب تعالي نشوف الخمستاشر، الخمستاشر هنا رقم الأحد كام؟ تقول لي خمسة، هل هو زوجي؟ تقول لي لا، يبقى إذن ده لا يقبل، يبقى مين هنا؟ العدد الذي لا يقبل القسم على ستة، اللي هو العدد الفردي، اللي هو الخمستاشر، وأنا قلت ع عشان يقبل قسمة على الستة لازم يكون عدد ايه يكون عدد زوجي فأول ما وجدت عدد فرد والخمستاشر يبقى ده اللذي لا يقبل. طب لو عايز تجرب التسعين هتلاقي التسعين عدد زوجي عشان احدها سفر. ولو جمعت سفر زائد تسعة فتلاقيها تسعة. ودي من المضاعفات التلاتة فبيقبل قسمة على التلاتة. فطالما قابل القسمة على اثنين وعلى تلاتة يبقى بيسمع على الستة. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده. قابلت القسمة على عشرة. امتى نقول ان العدد القسمة على عشرة. اذا كان رقم الاحد. ايه تأتي نرجعنا تاني رقم الاحد. ايوة. انت خدت اللي رقم احده سفر اتنين اربعة ستة تمانية بيبقى الاسم على اثنين. وخدت اللي رقم احده سفر او خمسة بيبقى الاسم على خمسة. واللي رقم احده سفر. يبقى ايزا هو الذي يقبل القسمة على كام على العشرة. يبقى ايزا رقم احده سفر هو القسمة على كام على عشرة. تعالوا ناخد مثال. اجب بنعم او لا. مع ذكر السبب. مع رقم مع رجل. كام. 450 جنيه فهل يمكن ان يوزعها على عشرة تمام يبقى بدون باقي يبقى اذا بيسألك واحد مع 450 جنيه هل يقدر يوزعها على عشرة من المحتاجين نبص فين هنا رقم الاحد رقم الاحد هنا سفر رقم الاحد سفر واحنا قلنا اللي رقم احده سفر بيبقى اسمع على عشرة يبقى يقبل ولا لا يقبل اقول له اه هنا يقبل نعم يستطيع لي لان رقم الاحد سفر يبقى اذا فعلا ينفع عشان رقم الاحد بتاعك كام سفر واحنا قلنا الاحده سفر بيبقى الاسمع على العشرة طب تعالوا نشوف مثال تاني دعنا اقب بقى بعض التمارين احنا كده خلصنا قابليات القسمة تعالنا اخد تمارين متنوعة على اللي احنا ايه اتعلم لي بيقول لي العدد مية خمسة واربعين تعالنا نبص على مين على العدد احده كام تقول لي احده خمسة يبقى بيبقى اسمع على كام شطار على خمسة يبقى اللي احده خمسة بيقبل قسمة على خمسة تقول انت ما ممكن يقبل قسمة على التلاتة اقول لك شاطر اجمع اجمع الارقام خمسة زائدة اربعة تعال نجمعها ينهين يا يبقى خمسة زائد أربعة زائد الواحد يبقى خمسة زائد أربعة زائد الايه الواحد؟ تعال نجمع الأرقام دي كده؟ أقول لي خمسة زائد أربعة تسعة زائد واحد يبقى يديني عشرة هل العشرة من مضاعفات لعدد تلاتة؟ لا يبقى إذا هو بيقبل قسم على خمسة فقط ليه؟ لأن الأحد بتاعي خمسة وبالتالي يبقى بيقبل قسم على خمسة تاني تاني تعالى نعملها مرة تانية وعشان ولادنا يستوعبوا احنا بنقول ايه تعالى نشوف العدد ده هل العدد ده بيقبل قسم على اثنين اقولك لا لان ده مش زوجي تب هل يقبل قسم على الثلاثة اقولك لا لان لما مجمعت خمسة و 459 زائد 11 مش من المضعفات العدد الثلاثة هل لي بيقبل قسم على الأربعة نبص على الأحد والعشرات خمسة واربعين هل الخمسة واربعين موجودة في الجاد والأربعة حال حاجة تتجرب في أربعة ديني خمسة واربعين تقول لي لأ. يبقى ما نفعش على اربعة. لكن عشان احده خمسة. فهو يقبل القسم على خمسة. يبقى الاختيار بتاعه يبقى رقم ايه? يبقى رقم ديل. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. العدد مية و اتنين يقبل القسم على كام? طب تعالوا نبص عليه كده. ونشوف هو بيقول ايه? بيقول لي العدد مية و اتنين. شايف العدد? احدك كام? احدك اتنين. يبقى بيبقى يسمع على اتنين او لك ايوة? لان احد و اتنين. طب هل بيقبل قسم على التلاتة ما لازم اجرب كل ده? هل هو بيقبل قسم على التلاتة? بيقبل قسم على العشرة? بيقبل قسم على خمسة? تعالوا نبص على المية و اتنين. تعالوا نجمع الارقام دي. اتنين زائد سفر? بتقول لي سفر اتنين. اتنين زائد اتنين اربعة. اربعة زائد واحد خمسة. هل هي من مضاعفات تلاتة? لا. ما تنفعش. طب هل هنا احدك سفر عشان يقبل قسمة على عشرة بتقول لي لأ برضو هل المية الف مئتين واثنين احدها خمسة عشان تقبل قسمة على خمسة تقول لي لأ يبقى ايزا المية واثنين احدها كام احدها بس ايه اتنين يبقى ايزا بيقبل قسمة على كام على اتنين يبقى اللي احد واثنين لان احنا قلنا اللي احد وصفر اتنين اربعة ستة تمانية يبقى بيقبل قسمة على كام على اللي اتنين طب تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده العدد يقبل القسم على كام؟ تعالوا نبص على رقم الاحاد. رقم الاحاد كام؟ شطار رقم الاحاد سفر. اللي رقم احده سفر يقبل الاسم على اثنين. وبيقبل الاسم على خمسة. وبيقبل الاسم على عشرة. وبالتالي اختار ايه؟ جميع ما سبق. تاني تاني. اللي احده سفر. بيقبل الاسم على اثنين. لان احنا قلنا اللي احده سفر اثنين اربعة ستة تمانية. يبقى الاسم على اثنين. يبقى ده احده سفر يبقى الاسم على اثنين. وبيقبل الاسم على اثنين. ليه لان احنا قلنا اللي احده سفر او خمسة يقبل الاسم على خمسة وده احده سفر وبيبقى الاسم على عشرة ايوة احنا قلنا اللي احده سفر بيبقى الاسم على عشرة وبالتالي اما قبل القسم على اتنين وبيبقى الاسم على خمسة وبيبقى الاسم على عشرة يبقى ايزا نختار ايه جميع ما سبق تعال نشوف السؤال الرقم اربعة مين العدد اللي بيبقى الاسم على اربعة ام تعرف العدد ده بديب الاسم على اربعة ولا لا برافو عليكم تعال نجيب الامنا الجميل ده و نشوف. مين في دوم يقبل القسم على اربعة? اروح بسط على مين? على الاحد والعشرات. اتنين وستين. هل هو من مضاعفات الاربعة? هل اضرب اربعة في حاجة تدين اتنين وستين? دعالوا نشوف. هتقول لي لا. الاتنين وستين مش من مضاعفات الايه? العدد اربعة. تبنيه شوف اللي بعدك? التلاتة وستين. ايه يا مسلا انت بتاخد الاحد والعشرات? ويقول لك ايوة ما في قبلية القسم على اربعة لازم تاخد رقمي الاحد والعشرات? شتار. يبقى ازا ان تلاتة وستين من مضاعفات الاربعة? تقول لي برضو لا. يبقى ما انا اخدش رقم با. تعالوا نبص على رقم جيم. الاحد والعشرات هنا كام? ستاشر. ايوة برافو عليك. دي من مضاعفات مين? من مضاعفات العدد كام? اربعة لان اربعة فاربعة بستاشر. يبقى انا هاختار تلتمية وكام? يبقى انا هاختار التلتمية والستاشر ده العدد بيقبل. تعالوا نعملها مرة تاني. عشان ولادنا يستوعبوا. احنا بنقول ايه? انا عايز اشوف العدد بيقبل قسمة على اربعة. هبص على رقمي الاحد والعشرات. اتنين وستين ليتها مش من مضاعفات العدد اربعة مخدتاش. التلاتة والستين برضو مش من مضاعفات العدد اربعة مخدتاش. هلاقي الستاشر هي اللي من مضاعفات العدد اربعة. يبقى الاختيار بتاعه يبقى رقم ايه? رقم جيم. هو ده العدد بيقبل قسمة على اربعة. تعالوا نشوف السواء اللي بعد كده اكمل ما يأتي. العدد اللي احده سفر. اللي احده سفر يبقى الاسم على كام? شطار على اتنين. ويهيه كمان? ممتازين الخامسة. ويهيه كمان? العشرة. ايه ده? يعني اللي احده سفر بيبقى الاسم على اتنين وخمسة وعشرة اقولك ايوة اللي احد وصفر بيبقى اسم على اتنين وعلى خمسة وعلى مين وعلى العشرة السؤال التاني عند قسمة سبعة وعشرين عايزة اسم سبعة وعشرين على مين على الخمسة لما اسم سبعة وعشرين على الخمسة لما اسم مين السبعة وعشرين على ايه الخمسة هل في جادوة الخمسة حاجة تضرر في خمسة تديني سبعة وعشرين تقولي لا. طيب اروح مصغرها. اروح شاطب السبعة وعشرين دي. وخليها ستة وعشرين. هل موجود في جادوة الخامس حاجة تضرب تديني ستة وعشرين? لا. يبقى هاشتوبها وخليها خمسة وعشرين. هل موجود في جادوة الخامسة حاجة تضرب في خمسة تديني خمسة وعشرين? اقول لك ايوة. برابو عليك خمسة في خمسة. يبقى ايزا? لما اقسم خمسة وعشرين على خمسة تديني يكون الناتج كام؟ يكون الناتج بتاعك خمسة. تب والباقي والباقي هيكون اتنين. ليه الباقي اتنين؟ لان خمسة في خمسة في خمسة وعشرين والباقي اتنين. يبقى ايزا السبعة وعشرين دي تقبل القسمة على خمسة ولا لا تقبل؟ اقول له لا تقبل. يبقى ايزا الخمسة وعشرين هنا لا تقبل لا تقبل القسمة. الخمسة وعشرين يا ولاد لا تقبل مين؟ لا تقبل القسمة على ايه؟ على الخمسة. ليه؟ لان أنا لما قسمت السبعة وعشرين على الخمسة ما وجدتش حاجة لقيت السبعة ستة وعشرين مش موجودة لقيتها خمسة وعشرين قسمت الخمسة وعشرين على الخمسة طلعي ناتي خمسة والباقي كان عندي اتنين لان خمسة في خمسة في خمسة وعشرين طرحتها من السبعة وعشرين اللي كنت بقسمها فالباقي بتاعي كان اتنين وبالتالي اقول ان السبعة وعشرين لا تقبل قسم على كام لا تقبل قسم على الخمسة تعالوا ناخد مثال تاني بيقول العدد الذي رقم احده، الذي رقم ايه احده سفر او اتنين او اربعة او ستة او تمانية يقبل قسم على كام برابو عليكم ده التعريب بتاع قبلية القسم على ايه على اتنين يبقى اللي احده سفر او اتنين او اربعة او ستة او تمانية يبقى ده اللي هقول عليه يقبل قسم على كام على اتنين يبقى اذا خدنا قبلية القسم على ايه على اتنين وبالتالي عرفت ان ايه مسألة بتاعتي بمنتهى السهولة طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة. ايا مما يلي يقبل القسمة على عشرة. مين في دوم يقبل القسمة على عشرة? تعالوا نبص على الارقام بتاعتنا ونشوفها واحدة واحدة. هنا احدك كام? امتى يقبل قسمة على عشرة? برافو عليكم. من اللي احده ايه? ايه اللي احده سفر. يبقى ايه زن انا واخد خلاص خلاص حفزت بقى مستر علمني. مين الاعداد بتبقى اسمع العشرة? برافو عليك. اللي احده كام? اللي احده سفر. فلاقي المية وعشرين هي اللي احدها سفر. وبالتالي بقى الاختيار بتاعي يبقى كام مية وعشرين. اروح بقى ايه? امسح الباقي كده. ويبقى الاختيار بتاعي مية وعشرين. طب تعالوا ناخد ايه? المسال التاني. العدد واحدة وثمانين يقبل القسمة على كام? تعالوا نبص عليه. هل هو عدد زوجي? تقول لي لا. ده احده واحد. يبقى ينفع على اتنين? لا. ينفع على خمسة برضو لا. ليه? لان اللي بقى يسمع على خمسة لازم يكون احده يقيمها سفر. يا خمسة. طب بيه بقى يسمع على اربعة? اقول لك لا. ليه? لان الواحد وتمانين دي مش من مضاعفات لله عدد اربعة. طبعا نعمل ايه? اروح جامع الواحد زائد التمانية عشان اشوف ينفع الاسم على الثلاثة ولا لا? ايه ده يا مستر? يعني كل ما اجا شوف قابلية القسمة على الثلاثة اعمل ايه? اجمع الارقام بتاع العدد. ما اقول عدد واحد وتمانين ده بيكون من الرقمين. بيكون من الواحد والتمانين. يا مستر دي تمانين. اقول لك لا. تمانين دي قيمتها المكانية او قيمتها الرقمية. لكن انا اقول لك اجمع الارقام. اجمع الارقام يبقى واحد زائد التمانية. واحد زائد التمانية كم? تقول لي تاسعة. التسعة دي من المضاعفات الثلاثة ايوة يبقى ايزا يقبل القسم على كام على ثلاثة يبقى انا اختار الثلاثة واشتب الايه الاعداد الباقيه يبقى ايزا اختيار بتاعي يكون ثلاثة تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده العدد ثمانتلاف سبعمية العدد ثمانتلاف سبعمية وخمسين يقبل القسم على كام تعالوا نبص الاحد بتاعك كام الاحد سفر يبقى بيبقى بيسمع على اتنين اقولك ايوة بيبقى بيسمع على خمسة ايوة بيبقى نسمع العشرة أيوة؟ يبقى نقوله جميع ما سبق يبقى إذن بيقبل قسمة على اثنين وعلى خمسة وعلى عشرة يبقى نختار جميع ما سبق طيب تعالوا نشوف العدد تلتمية تلاتة وتلاتين بيبقى نسمع على هل بيبقى نسمع على الثلاتة ولا الخمسة ولا الأربعة ولا الاتنين تعالوا نشوف هنعلنا نشوف أحن켜ج من إيه؟ نبص على رقم الأحات هل رقم الأحات اثنين زوجي؟ لا يبقى منفعش على الاتنين هل الرقم الاحت صفر او خمسة لا يبقى منفعش على الخمسة هل ما الاحت والعشرات هنا تلاتة وتلاتين من مضاعفات الاربع تقولي لأ يبقى ايهزا هل يقبل قسمه على التلاتة هنجمع الارقام هنجمع تلاتة زاенные والتلاتة ستة ستة زا BRANDT gaze 29 أيوة يبقى بيبقى ال اسمع على كام على التلاتة يبقى انا اختر نين هاختر التلاتة تعالوا نشوف انا تعلمت ايه النهاردة انا تعلمت النهاردة ايه الاعداد تقبل قسمة على اثنين؟ وقلت ان الاعداد تقبل قسمة على اثنين اللي هي كام؟ الاعداد تقبل قسمة على اثنين. اللي رقم الاحد فيها اللي رقم احدها سفر يبقى ازا بيقبل قسمة على اثنين. او رقم الاحد اثنين يبقى بيقبل قسمة على اثنين. لو ليت رقم الاحد اربعة يبقى بيقبل قسمة على اثنين. لو ليت رقم الاحد ستة يبقى بيقبل قسمة على اثنين. لو ليت رقم الاحد تمانية يبقى بيقبل قسمة على اتنين يبقى دي العدال بتقبل قسمة على كم على اتنين. طب في قابلية القسمة على ثلاثة هعمل ايه? هروح جامع الارقام. لو لقيت مجموع الارقام بتاعتك. لو لقيت ايه مجموع الارقام بتاعتنا اتني اه من مضاعفات العدد ثلاثة يبقى بالاسم على ثلاثة. طب في قابلية القسمة على اربعة لازم اخد الاحد والعشرات. ولا ان الاحد والعشرات من مضاعفات العدد اربعة عشان اقول انه بابل اسم على اربعة. طب في ايه قابلة القسم على خمسة لازم يكون رقم الاحد بتاعك سفر او خمسة لو لقيت رقم الاحد بتاعك سفر او خمسة يبقى ايزا بيقبل القسم على الخمسة لابقى امتى يقبل القسم على ستة لو لقيته عدد زوجي يعني بيقبل اسمه على اتنين او وكمان لقيت ان مجموع ارقامه بيقبل قسم على التلاتة يبقى بيقبل القسم على ستة تاني في قابلة القسم على ستة لازم يكون بيقبل قسم على اتنين وبيقبل في نفس الوقت القسم على ايه? على التلاتة. يعني مسلا لو انا عطيتك ميتين وستاشر. هل الميتين وستاشر دي بتقبل قسمة على الستة ولا لا? اعمل ايه? هبص على رقم الاحد. رقم الاحد هنا زوجي. يبقى بيبقى اسم على اتنين? خلاص يبقى الشرط الاولين اتحقق. بس فيه لسه فيه شرط تاني. اننا لازم اجمع ارقام العدد ده. يعني اجمع الستة مع الواحد. يبقى اقول له ستة زائد الواحد زائد ال الاتنين. ولازم يكون مجموع الارقام دي من مضاعفات لعدد تلاتة عشان يقبل قسمة على التلاتة. اقول له ستة زائد واحد سبعة. سبعة زائد اتنين تسعة. والتسعة دي من المضاعفات التلاتة. يبقى الميتين وستاشر كانت عدد زوجي. وفي نفس الوقت بتقبل قسمة على الثلاثة. وبالتالي نقدر انه نبتقبل قسمة على الستة. طيب في قابلة القسمة على عشرة. لازم البص على من? على رقم الاحد. لو لقيت رقم الاحد بتاعك صفر يبقى في الحالة دي هاقول ايه ان هو بيقبل مين القسم على مين على العشرة يبقى في قبل قسم على عشرة هابص على رقم الاحد لو لقيته صفر بايزا يبقى بيقبل القسم على كام على العشرة يبقى انا كده اتعلمت قبلة القسم على كام على الاتنين وعلى التلاتة وعلى الاربعة وعلى الخامسة والستة والعشرة وخذنا تمالين متنوعة الى هنا نصر النهاية حلقتنا ل Julian Revelation. على أمل لرقاء بكم في حلقات قادمة كان أصحابكم في راحياتكم مستر محمد نيجي معلم الرياضيات ومدارب مدى الرياضيات بمحافظة بني سوي في أمان الله مع تمنياتنا بالتوفيق مناصة البس المباشر لإدارة العامة المحتوى التعليمي تقدروا تمسحوا الباركود ودي أرقام التواصل معنا على قناتنا على اليوتيوب الخاصة بالوزارة أو موقع الوزارة الرسمي أو بواب التعليم الإلكتروني في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته